موسيقى أنت أرض طيبة كل واحد مننا أرض طيبة عم استعبل كلمة الله بفرح عم استعبل كلمة الله بتواضع عم استعبل كلمة الله بمحبة لكن المشكلة مش الأرض ولا البزار لأننا نحن عادة نقول شو المشكلة إذا بتطلع بكل المثل المشكلة ولا مرة البزار ولا مرة كان في مشكلة بالبيزار كلمة الله ما فيها مشكلة بمعنى آخر الكنيسة ما فيها مشكلة المنبر ما فيه مشكلة إذا أنت عم تتضيع شو الوقت مش هاي المشكلة المشكلة كيف أنت أرضك زبيت أرضك نقي أرضك كسر الصخر حروق الأش شيل الزفت قالوا عم تحقد ومش عم تغفر ومش عم ترحم عراف بأنه بالحقيقة أنت عم تقتل بزار الإيمان عم بحكي لالك ومش نيك املأ حياتك اليوم بالفرح املأ حياتك اليوم بالنعمة املأ كلامك بالنعمة حتى ليس كرمال حدا بس لكن كرمال بزار الإيمان اللي في داخلك قال إن عييتا في وقت الضيق هذا لأنك وهن القوى ليس لأنه الضيق قوي الضيق هو على كل الناس كل الناس عندها ظروف صعبة كل الناس عندها تقطع بمشاكل وكل واحد مشكلته على قده بني وبالجر تظبط صح ولا ما بتكون عيش صح صح كل عييتنا عنها صعب بس لما تبدأ ترتخي وتبعد عن الرب وتبعد تمشي مع الرب يبين مينة أو أنت أو المشاكل قال المشكلة ليس بالمشكلة المشكلة بأنك أنت ضعيف وليش ضعيف لأنه البزارة اللي فيك عم تموت وليش هذه البزارة عم تموت لأنك عيش بأجواء كل الوقت سلبية لا ترى شيء منيح يومي يا رب غير لي عيوني يومي يا رب إذا أنت بتشدد أشخاص مش مؤمنين قالت وشددني لألي غير لي قلبي يا رب أنا قاعد كل الوقت مش شايف شي حلو لكن أشكرك تعرف تبلش أشكر راب على لبنان أشكر راب على جو أشكر راب على كل شي فيه أشكر راب على الرؤسة أشكر راب على كل حدا رغم أنه هيدول الأشخاص لربما مش ماشيين مع الرب لكن هاللويا أنا شايف بأنه إلهي سوف يستخدمني بهذه الأجواء وبهذه الظروف وبهذا البلد وسوف أحلق مع النصور لحسب ما شئته ورح إنجح وين ما بحطني اليوم أنت مع مين تعد مع مين تحكي شو بتحكو بتحكو شي بمسجد الله بتحكو عن الناس كيف تفكر شو التساؤلات اللي بقلبك واللي بحياتك تعرف بين رح ينقزى مش الناس اللي عم تحكي عليهم ولا شي تاني اللي رح ينقزه هو أنت هذا شي رح أسر عليك ما بقت رح تقدر تصلي مثل ما تصلي ما رح تحب مثل ما كنت حب ما رح تعرف تخدم مثل ما كنت تخدم سمعني إذا أنت هيك اليوم في شي غلط إذا الحماسة وقفت فيك في شي غلط اللي رابد بلش لمع ترسل إيمان ترجمة نانسي قنقر